السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في فيديو جديد من قناتي أنا أم وسن كيفكم يا بنات شاء الله تكونون طيبين أكيد كلكم الحين سمعتوا عن زواج الأمير حسين ورجوة آل سيف ماشاء الله ليلي لله بصراحة ما طلعت اليوم قعدت تتابع من العصر ماشاء الله الاحتفالات وكذا الله يوفقهم ويسعدهم يا رب إذا كنتوا أول مرة تشوفوا الفيديو لا تنسونكم تشتركونوا بقناتي لا تنسون تدعمون الفيديو وتشيرون الفيديو وإذا حابين تضيفوني أنا لسه فاتحة سناب جديد رح أحط الرابط بصندوق الوصف هلو والله ذا المكيب لك صراحة صوتها مرة مزعد مرة خلصنا الغداء شويت لحم يدام خضار سويت رز أبيض حين عادة بسوي حلب لا أول شي بسوي فطوري هذين عادة بسوي حلب نسوي عادة للخضار خلاص قطعت كل الكمية لأنه صراحة تخرب بسرعة بالكلاجة أرهون يعني مع الفاتحة هو الصك للكلاجة كل شوي تخرب الأشياء بسرعة هذي الكوسة ونحب ما أحب يعني كثر الكمية نحب أقلل الكمية هذا الفاصولية كوسة جزر فيه بعد بدنجان حين بدخلهم الفريزر وجبت هذا بسوي حلب حين نزبط كلش ونسوي الحلب مع بعض هنا عاد قلت بشارككم فطوري لأن دايما يجيني طلبات بالكومنتات يقولون يعني شاركينا فطورك وشو نظامك الغذائي أنا الحين ما ألتزم صراحة بالنظام غذائي معين بس إني أحرص دايما أن يكون أكلي صحي وأتبع يعني تقريبا أتبع النظام والصيام المتقطع يعني أقعد أقل شي عشر ساعات ما أأكل شي من بعد تقريبا مثلا ثمان تسع بالليل حد من بكرة ساعة ثنتين ثلاث العصر أو الظهر أسوي لي عدزي كذا فطور يا أما أسوي لي بيض يا أما أسوي لي مثلا عدس يا أسوي لي الله ما صلتني أسلم على سيدنا محمد فول أي شي كذا لأني بعد أنا مرة أحب وجبة الفطور اليوم عاد بما أنه خميس ويمكن أتعشى عشا يعني كذا عشوة حلوة الله علم عاد أنا ما أدري يمكن أطلع بالليل تعشى أو نجيب من بره أو كذا بس قلت خليني سوي لي مرة شي خفيف سويت لي سلطة تونة قطعت البكدونس والخص والخيار وبعدين حطيت تونة كودي صراحة أنا ما أقدم شي على منتجات كودي مرة تهبل التونة حقتهم مرة نظيفة وما لا ريحة صراحة مرة حلوة يعني جربت كم نوع حتى يعني نجيب يعني أحيانا نوع ثاني يعني إحنا نجيبين مع أكثر من نوع بس دايما اللي لقينا تخفيض على تونة كودي أخذها على طول التونة حقتهم بعد الحارة روعة مع الخب صراحة جنن أنا مرة أموت عليها خلاص قد خليني سوي لي السلطة وبسوي حمص بي كذا حبة توست اشتهيت زبدة الفول السوداني بس أنا صراحة أحب من يوم جربت اللي اللي تجيك طازجة أنت اللي ياخذينها من سوبر ماركت أنا كم مرة أروح لسوبر ماركت المزرعة وأخذ من عندهم يسل عندهم مرة معصرة هيا أو ما ديش تسمي مطحنة كذا أنت تعبين شي طازج مرة بدون زيت وبدون شيء فصرت خلاص بعد أحب هذه اللي بالغلب بس إذا ما توفرت عاد عندي أكلت من هذه اللي هي كوديا وهي المنتجات هذه الخشنة بعد أنا أحب الخشنة ما أحب النعمة المهم خلاص حين بفك التونة طبعا لازم أنا أغسل التونة يعني أغسل الغطة هذا دائم يعني ينبهون علينا يعني يقولني يعني انتبهوا لأن أكون يعني مخزن كذا بالبقالات فأنا انتبهت في صراحة وحب أن أبهكم بعد دائم أن تغسلون المعلبات قبل ما تفتحونها تعرفوني بعد يعني كثيرا من الأيدي تلمسها وكذا فأفضل شيء لكم تغسلونها قبل ما تفتحونها وتستخدمونها خلاص حطيت التونة حطيت عليها عد شوية زيت زيتون وحطيت عصرة ليمون بعد أحيانا إذا حاب بي مثلا أنتم أحط عليها مثلا كمون يعطيها مرة نكهة حلوة أو فلفل أسود أو فلفل حار يعطيها مرة نكهة حلوة خلاص حطيت لي تقريبا كانت الساعة يمكن تنتين أشوف يا بنات في ذي كثير تفاعل شفتوا لما طلعت نتائج النفيذي خلاصي بيستمر فصل ثالث يعني السنة الجاية بتصير ثلاث فصول الناس مرة مرة يعني كثير يعني ردود لأنه وشه أنا أتوقع ترجاء إشاعات كثيرة أنه ما رح يكون إلا ترمين أحس هذه إشاعات مغرضة يعني تبتثير الناس بس تفاجأوا يعني أحس الناس لما طلع القرار أنه صارت أنه ثلاث أترام فالله يكتب لنا الخير يعني صراحة أنا يعني بين مؤيد وبين بس لو يطولون لنا شوي الإجازة لأنني أنا ما أيد الإجازة تكون أربع شهور أو أربع شهور ونص صراحة مرة مبزين كذا الإجازة الطويلة مرة حتى ينسون عيالنا وشون يمسكون القلم فيعني صراحة أنا أيد أنها تكون ثلاثة شهور ونص يعني يلي تكون الإجازة الطويلة ثلاثة شهور ونص أحس أنها مرة زينة ويكون فيها عاد مثلا إجازات زي مثلا زي الحين الإجازات هذه المطولة حلوة صراحة تريح أهم شي خلاص أنا خلصت بنات فطوري والحين عاد قتب زين حالة مرة سهل لقيته كذا بإستجرام وقد خليني يسويه وأنا مرة أعشق الحلويات اللي بدون فرن اللي ما تحتاج فرن ولا تحتاج شي هو المفروض الكيك يكون كيك سويس رول حق سيفن دايز بس أنا ما لقيت طبعا أنا كيف نفسي على حسب الشي اللي عند البقالة يعني إذا ما لقيتها هذا أقول لها خلاص جبل اللي عندك فقلت له خلاص جاب لي كيك عادي والله طلع مرة يهبل بس هو بالوصفة هي حطه سويس رول سويس رول سيفن دايز بس أنا ما لقيته وحطيت الكيك هذا قطعتها كذا من الوسط وصفيتها شايفين هذا هو الكيك عاد احترت قلت يعني ما أدري أنا حط كلها الكيكة ولأقسمها نصين بالأخير قلت لا خليني أقسمها نصين وحتى بعد بعد ما صفيتها كذا على الوجه هذا قلت أنا يعني الطبقة الثانية رح تكون طبقة سائلة فقلت لا خليني حطهم على وجههم الثاني قلبتهم وبعدين عشان أحط فوقهم الطبقة الثانية عموما الحالة مرة لذيذ وسهل وما ياخد وقت بس أنا يبيلا تبريد يعني حطيه في الفريزر يبيلا تبردينه في الفريزر كذا أقل شيء بالفريزر ساعة إلى ساعة ونص عشان يعطيك نتيجة حلوة أنا عاد ما بطيت عليه يعني تقريبا قعد بالثلاج بالفريزر حقلتها ساعة أو ساعة ونص وتقهوينا عليه كذا زي ما قلت لكم على قعدنا نتفرج على حفل الزفاف الأمير حسين وجبت عد قهوة وحلاة والحالة اللي أنا سويت هذا وقعدنا عاد نتفرج على الزواج المهم عاد أقول لكم خلاص شسمة فككت الكيك كذا ورصيتها بهذه الصينية حاولت أن يشيل بعد لأنه يعني ما حب أنا مرة يكون حالي مرة الحلاء فقد خلنا شيل شوي من الطبقة هذي الطبقة الشوكولاتة اللي تكون في الكيك عد تعرفون خلاص جاء الصيف الحين والصراحة مرغوبة أكثر الحلويات هذي الباردة أكثر من مثلا البسبوسة والكيك والاشياء هذي فأنا مرة مسويت لي الحين قائمة بالحلويات كذا راح أسويها يعني بالمستقبل القريب خلاص اللي بدت خلاص الإجازة ولخبطة النوم أتوقع أنا خلاص أنا بلغي وجبة الغداء وبتكون شي خفيف ويكون مثلا قهوة المغرب وعشة بالليل يعني توقع خلاص طبعا الطبقة الأولى هي هذا الكيك الطبقة الثانية ثمان حبات جوبنكيري ثلاثة أرباع علبة الحليب المركز المحلة وضرف واحد من الدريمويب حطيتهم بالخلاط حق الطماطم عاد عندي وسونة جات قلت أنا بسوي معك خلاص زي ما قلت لكم ضرف واحد بس من الدريمويب وبعدين أنا شغلت الفرن على شواية عشان لازم الطبقة هادي تتماسك طبعا وانتي عند الفرن ما تبعدين حطيها شوي بالفرن ولا تكون قريبة من مصدر الحرارة خليتها بالوسط الحين شسمها بوزع الطبقة الثانية وزي ما قلت لكم بدخلها شوي للفرن بحاج ما يتماسك وبعدين بطلعه خلاص الحين بدخل الفرن وخليها شوي تتماسك وبعدين أجهز الطبقة الثالثة هذا هو شكلها بعد ما طلعت من الفرن زي ما تبشايفين بس تماسكت ما خليتها أبدا تتحمر بعدين الحين بسوي الطبقة الثالثة اللي هي ثلاث حبات سنيكارز بذوبهم بالمكرويف أنا مرة معتمدة بذوبهم بالمكرويف أحطها تقريبا دقيقة لحد ما يبدأ يذوب بعدين أخلط معه ملاقتين كبار من القشطة طبعا السنيكارز حجم كبير ثلاث حبات حجم كبير خلاص هذا هو الآن بفكه وحطه بالمكرويف الأفضل ما يكون بالثلاجة أسهل يعني للتذويب لأنه الآن أنا أنا مخليتها برا يعني طلبتها من البقاء للأغراض وما دخلتها الثلاجة خلاص هذا هو بعد ما طلع من المكرويف حطيت عليه ملعقتين كبار من القشطة وحركتها كده بسرعة علشان يمتزج يعني مع بعض عد حس السنيكارز أنا صراحة أول مرة ذوبة أحس شوي خلطها يبيلا شوي تخلطينه علشان يتفكك عنه الفول السوداني هذا اللي فيه مو بزي الجلاكسي الجلاكسي خلاص يذوب لأن الشوكولاتة السادة أسرع لكن هذا لأ شوي يبيلا وقت تحريك علشان يتفكك زين النفس حبات الفول السوداني خلاص حطيت الطبقة الثالثة من شاء الله يا بنات مرة الحالة سهل بسيط وحلو كده كتغيير حطيتها عادة أقولكم بالثلاجة حبيتني مرة كذا وزع الطبقة الثالثة زين علشان ما يصير جهات تكون الكمية كبيرة وجهات تكون قليلة وبس هذا هو يا بنات بعد ما خلصت الطبقة الثالثة الحين بحطها في الفريزر بغلفها طبعا بالتغليف أنا ما حب بحطها بدون ما أغلفهم بغلفهم بالتغليف وبعدين بحطها بالفريزر تقريبا على قد ما تقدرين خليه يقعد يعني كل ما يكون بارد أكثر كل ما يكون أفضل خلاص هذه عادة حين قهوتنا حطيناها وقعدنا نفرج على الزواج الله يوفقهم يسعدهم بكذا كنت وصلت معاكم نهاية الفيديو حق اليوم لا تنسون حبايبينكم تشتركون بقناتي لا تنسونكم تدعمون الفيديو بلايك ولا تنسون تشيرون الفيديو وتنشرون القناة أشوفكم في فيديو قادم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر